السلام عليكم شباب رجعا لكم فيديو جديد وهذا المرة عندنا هذه اللابتوب ال HB لابتوب موديلها مثل ما ظاهر أمامكم على الكاميرا والموديل الخاص بالموتربورد هو هذا هذا البورد مشكلته أنه يشتغل وهذه اللابتوب مشكلته أنه تشتغل ولكن ما تعرض الصورة طبعاً قبل ما أبدي بتصوير هذا الفيديو قمت بحل المشكلة وصلحتها ولكن أعز علي أنه أجمع الجهاز وأسلم الزبون فارتقيت أنه أصور لكم فيديو أشرح لكم به خطوات تشخيص العطل وإيجاده وإصلاحه هذا الشيء اللي راح نسوي بهذا الفيديو فحتى تستفادون فخليكم تابعين حتى النهاية أول شيء اللي نقوم به هو تجربة الجهاز السوية طبعاً أنا رجعت الجهاز إلى وضعه الأصلي نربط الشاحن مثل ما شوفون ضو السوكيت يشتغل ولما نأتي نضغط على زر التشغيل إذا ضغطنا على زر التشغيل ضو عمل الجهاز يشتغل بهذا المكان دلال على اشتغال الجهاز ولكن لو جيت انتبهت على الشاشة ما عندنا أي بيانات أو أي معلومات على الشاشة طبعاً المشتبهة الأول المشتبهة به الأول هو البيوز فأني قمت بعملية شحن للبيوز أو عملية إعادة برمجة لشريحة البيوز وحصلت على نفس النتيجة أي أنه المشكلة ليس بسوفتوير شريحة البيوز هذه أول شغلة الشغلة الثانية دعونا نسويها سواء نربط الشاحن ونشغل الجهاز اشتغل الجهاز دعونا نرفع القياسات الأولية عن اللوحة الأوم ونرى ما هي الدوائر التي بها مشاكل نبدأ مثلاً بهذه الدائرة 1.1 أعتقد هذي فولتية الرامات 3.3 دارتي 3.3 خمسة فولت سليمة 1.6 هنا مثل ما ترون دائرة كارت الشاشة أعتقد أيضاً ما عليها فولت هنا هنا 1 فولت وهنا ما عندنا فولت وهنا ما عندنا فولت طبعاً منطقياً هذه وهذه هي دوائر تغذية للمعالج هذه ثلاث دوائر ممكن تكون تغذية المعالج التي هي هذه تغذية المعالج مثل ما يرون ظاهرة ولكن هذه الدائرة وهذه الدائرتين الوحدة بصف اللخ أو هي الدائرة الوحدة التي بها ملفات اثنين خاصة بتغذية المعالج ما عليها فولت وهنا هذه الدائرة الشحن عليها فولت من كل الدوائر شغالة وهذه الدائرة وهذه الدائرة ودائرة كارت الشاشة طيب ممكن يتبادل إلى ذهن حالياً ممكن يكون المشكلة بمعالج الرسومات وبالتالي أدى إلى فصل هذه الدائرة يعني وجود شورت على دائرة معالج الرسومات بالتالي أدى إلى عدم وجود البولت وقمت بفصل هذا الكويل اللي هو خاص بمعالج الرسومات وأيضاً ما حصلت على أي نتيجة يعني هذا الكويل خاص بتغذية معالج الرسومات هذا الكويل فصلته رغم أنه أنا فصلته أيضاً بقت الفولتيات ما تظهر المشكلة موبيكارت الشاشة ممكن تكون المشكلة بالمعالج يتبادر إلى ذهنك أنه هاي الدوائر بما أنه ما قاعدت تشتغل دوائر المعالج أو دوائر تغذية المعالج ممكن يكون المعالج خربان أنا أيضاً أتبادر إلى ذهني نفس الشي ولكن الفحص الدقيق هو اللي راح يكون الفيصل باتخاذ القرار الصحيح إن شاء الله المشكلة اللي راح نعاني منها أخوان إنه على هذا البورد ما أكو لا بورد فيو ولا مخطط عام يعني ما أكو سكماتيك ولا أكو بورد فيو لهذا البورد فهذا الشيء راح يصعب عملية الإصلاح ورغم ذلك ما راح إن شاء الله نيأس وراح نحاول نصلح هذا الجهاز السوية طبعاً مثل ما قلت لكم أني صلحت وأرجعت فرجعت إلى وضعها الطبيعي في سبيل إعطاء درس مهم وقيم الجنابكم فخلي نبلش على بركة الله نفقك البورد بعد ما نفقك البورد نروح إلى الميز الثاني ونرفع قياسات سوية ونحاول أو نقوم بعملية تشخيص العطل بشكل ألمي دقيق وبعدها إن شاء الله نقوم بإصلاحها سوية فتابعوا إياي خطوة بخطوة طبعاً فققنا البورد خذناه إياه السوكت الخاص بالشحنة أو فلاكسة البورد وخذناه إياه زر التشغيل حتى نقوم بعملية التشغيل هذا كل ما نحتاجه فأخليكم تابعين إيش أبجأنا على الميز الثاني وحاليا البورد بين إدينا سوف نذهب إلى وضع الهاند مثل ما ترون حاليا البورد أمامنا والملتي ميتر موجود والشاحن أيضاً سوف نستطيع أن نربطه على الجهاز بهذا الشكل بعد ما ربطناه مثل ما ترون ضوء الشاحن اشتغل هنا على السوكت فبما أنه قلنا أو فحصنا فحص أولي قبل شوية وشفنا أنه بوطيات تغذية المعالج ما ظهر عندنا فهنا عدنا احتمالين إما يوجد تلف في المعالج نفسه إما يوجد خلل بدائرة تغذية المعالج نحن نبدأ دائماً بالأسهل ثم ننتقل إلى الأصعب نحن المعالج حالياً نستبعده من المعادلة نفرض أنه المعالج سليم والمشكلة بالدائرة ما للبور دائرة البور حتى نتشخص أعطال دائرة البور من وين نبدأ؟ راح نبدأ بـ IC تغذية المعالج خلينا ننتزع التغذية حالياً ونروح تحت الميكروسكوب ونشوف الـ IC الخاص بتغذية المعالج هذا هو وضع الـ Scope نقلب الـ motherboard على الطرف الآخر ومثل ما تشوفنا معكم هذا هو الـ IC الخاص بدوائر تغذية المعالج طبعاً بما أنه نحن مشتبهين به وبما أنه ما أكو قلنا سكماتيك لهذا البورد وما أكو بورد فيو على الأقل نحتاج الـ data sheet الخاص بهذا الـ IC ولكن الـ data sheet لهذا الـ IC أيضاً ما متوفره على الأسف فطلبت المساعدة من المهندس محمد عرام جزاه الله خير نزودني بمقطع أو صفحة من مخطط لجهاز آخر خلينا نروح إلى الـ desktop طبعاً نزودني بهذا الملف هذا الملف هو عبارة عن صفحة من صفحة من سكماتيك لجهاز آخر على هذا البورد نفس الـ IC دعونا نرى هذه الصفحة مأخوذة من مخطط لجهاز آخر يوضح بها هذا الـ IC الخاص بتغذية دائرة المعالج طبعاً وأيضاً مشكوراً أشار لي على الخطوط المهمة اللي هي خط الـ VCC وخط الـ PVCC اللي هي خطوط التغذية الخاصة بالـ IC وقيمتهم المفروض تكون خمسة فولت مثل ما تشوفون على الرجل رقم 18 وخمسة فولت أيضاً على الرجل رقم 13 جاية من المقاومة اللي هي PR 13-38 طبعاً هذه المقاومة بـ بورد آخر ممكن تكون بما أنه الـ IC نفسه فأكيد هاي الرجل إن شاء الله تكون جاية من نفس المصدر وأيضاً عندنا الـ SC الـ K و الـ SDI طبعاً هذه الأرجل ما رح حقدر أتقيسها أنا لأنه ما عندي أوسلسكوب هذه تقاس بالأسلسكوب وظيفة طبعاً هذه الأرجل هي التحدث أو التواصل مع المعالج نفسه الغرض من هذه الأرجل هو تحديد الجهد أو التيار اللي يحتاجه المعالج أثناء عملية العمل و لكل مرحلة من مراحل عمل المعالج تتغير بها الحاجة إلى تيارات أعلى فأعلى أو أنصى فأنصى هذه الأرجل هي المسؤولة عن تحديد التيار اللازم لعمل المعالج و أيضاً عندنا هنا على الرجل رقم 41 مثل ما تشوفون عندنا إشارة الـ هنا على الرجل رقم 41 فهذه الإشارات المهمة رح نجي أول شي نشوف جهود التغذية اللي هي الـ VCC و P VCC و رح نجي نشوف إشارة التنشيط على الرجل رقم 41 و إذا احتجنا مثلاً للأسلسكوب ممكن أن نطلب أسلسكوب من أحد و نشوف أو نفحص سلامة أو نتأكد من سلامة الإشارات الخاصة على الرجل رقم 37 و 36 على العموم هذا هو المخطط أو الـ data sheet الخاص بالـ IC فنشكر المهندس محمد عرام على إرساله لهذا الملف و أجزاء الله عننا ألف خير خلينا نروح حالياً بشكل عملي نجي نقيس الجهد اللي موجود على الرجل رقم 13 و على الرجل رقم 18 حتى نتأكد من الجهود أو فولتيات التغذية الخاصة بهذا الـ IC هذه أول شيء بعدين ننتقل إلى قياس إشارة الـ Enable على الرجل رقم 41 فخلينا نروح إلى وضع الميكروسكوب أسا نحتاج نربط الجهاز على الشاحن و نشغله ربطنا التغذية على الجهاز خلينا نشغله حالياً شغلت الجهاز الماثر بورد شغال فالمفروض نقدر لسه حالياً نرفع الإشارة نحتاجها طبعاً مثل ما وضحتكم جوا قراءة الملتي ميتر هذا الـ IC قد أمامكم أول شيء راح نجي هذه الرجل رقم 1 وهي الرجل رقم 13 فهذه الرجل الرقم 13 المفروض يكون عندنا عليها 5 بورد يجي نقيس بسم الله مثل ما يشوفون على الرجل الرقم 13 عندنا 0 بورد ما عندنا تغذية وعلى الرجل الرقم 18 أي 14 أي 15 أي 15 16 17 18 اللي هي هذه عندنا بورد غير مستقر يصعد على 4.7 4.9 وينزل إلى 2.8 مثل ما يشوفون فلطية التغذية الخمسة فلطة اللي جاية على الرجل الرقم 18 يصير بها دروب شوفون تنزل وتصعد الفلطية ما مستقرة هذا على شنو يدل يدل على شيئين إما عندنا مصدر التغذية الخاص أو مصدر هذه الفلطية اللي جاية على IC بمشكلة أو IC نفسه بمشاكل ما تخلي الفلطية تعبر على IC شون رح نتأكد من سبب المشكلة عن طريق قياس الممانعة على الرجل الرقم 13 والرجل الرقم 18 رح نشوف الممانعات عندنا سليمة ولا بأشكال رح ناخذ وضع الدايود مثل ما يشوفون أمامكم على الملتيميتر تحت على وضع الدايود نجي نقيس الممانعات على الأطراف أول شي نجي نقيس الممانعات على طرف رقم 13 قدنا شورت صريحة على الرجل رقم 13 وإذا جي نقصنا الممانعات رجل رقم 18 14 15 16 17 18 قدنا ممانعات شبه طبيعية ما قدنا شورت على الرجل رقم 18 ولكن على الرجل رقم 13 قدنا شورت طبيعي حتى نحكم بشكل يقيني هل خط خط التغذية هو اللي بي شورت أو الـ IC هو اللي بي شورت سنرفع الـ IC ونقيس الجهود أو نقيس الممانعات عذراً نقيس الممانعات مرة أخرى إذا بقت الممانعة على الرجل رقم 13 بحالة الشورت فهذا يدل على مصدر هذه الخمسة بولط هو اللي بي شكال أما إذا بعد رفع الـ IC اختفى عدنا الشورت على الرجل رقم 13 فنكون حاكمين بشكل يقيني على تلف هذا الـ IC فخلي نجي نرفع الـ IC سويا أشكب كما للدائرة خلي جهسات بعد ما رفعatem لنظف مكانه حتى نقوم بعمرية قياس الممانعات مرة أخرى انقيس الممانعة مرة اخرى اخوان. مثل ما شوفون اخوان على الرجل رقم 13 كان عدنا شورت وحاليا عدنا ممانعة اذا الشورت انزال بمجرد ازالة الائسي وهذا علامة قطعية على تلف الائسي. خلني نجي نشوف الممانعة على الرجل على الطرف رقم 18 ايضا اللي هو هذا. 14 15 16 17 18 ممانعات طبيعية على هاي الاطراف دلالة على انه الائسي هو التالف راح نبدل الائسي السوية ونشوف راح يشتغل بوردويانا ولا لا ولا راح نواجه بمشاكل اخرى. خليكم متابعين. انه انه يشوف ممانعات طبيعية. انه يشوف ممانعات طبيعية. اما انه لا نضيف بوردوجة. انه يشوف. وهسا بعد ما استبدلنا الايسي اخوان خلي نجي نفحص خلي نجي بالشاحن نربط على الجهاز او على الماذربورد بهذا الشكل اشتغط عندنا الانارة مع السوكت متل ما شوفون خلي نجي نربط التفتر الخاص باليو اس بي نربط على الجهاز بهذا الشكل نجي هم نشغل و هم نرفع خياسات الدوائر من المعالج اللي كانت مشغاله اينا نشغل بسم الله التستر انت صافرة دلالة على عمل الجهاز وحاليا هنجي درجينا وتأكدنا من الجهود ظهرت ادنى مثل ما شوفون الفولتيات الخاصة بدارة المعالج شغالة وبهذا نكون اصلاحنا الجهاز وحتى نتأكد بشكل النهائي خلي نروح نجمع الجهاز ونشوف راح نحص الصورة او لا فخليكم تابعين اذا انا على الميزة الثاني اخوان خلينا نفحص للجهاز على السريع بطن الشاحن بسم الله دوستر زر التشغيل جهاز اشتغل كما شوفون وعلى الصورة وقبل ما انهي الفيديو اخوان احب انوه على نقطة انه في صندوق الوصف دائما اترك لك فيديوات متعلقة بنفس العطل او اعطان مشابه لهذا العطل فحتى تستفاد بشكل اكبر ادخل الى صندوق الوصف اسفل الفيديو واشوف الفيديوات اللي اتركت لك اياها وبس هذا كل شي اللي عندي في فيديو اليوم اتمنى يكون الفيديو اعجبكم اذا اعجبكم الفيديو تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس حي توصلكم كل جديد جامعة ميقم سفقت دائما كانت جدا تك فيما لخوان